أيضا في الرمل وفي الاطباع الرمل وهو مصارعة الخطى دون العدو دون الجري فتتقارب الخطى وهذا للرجال هذا للرجال والاطباع هو الكشف الكتف اليمنى هذا أيضا يكون في الطوف فأمر رضي الله عنه يقول فيما الرملان وفيما الاطباع يعني فيما لماذا نرمل الآن ولماذا نطبع الآن وقد أطأ الله الإسلام وأهله ونفي الكفر وأهل أطأني أظهر أظهر الله الإسلام وأظهر أهل الإسلام وخزل الكفر فأمر يقول هذا أيضا كأنه يفكر بصوت مرتفع ليسمع الناس وليعلم الناس لما الرمل ولما الاطباع لأنه كان يعلم أن الرمل والاطباع كان لعلة كان لعلة هذه العلة أن كفار قريش لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لأول عمره وهي العمر التي بعد الحديبية فإن الكفار قالوا أصابتهم حم يسرب وبالفعل كانت هذه الحم موجودة تصيب الإنسان بالوخم لا يستطيع أن يمشي يمشي بتكاسل يمشي ببط والنبي عليه الصلاة والسلام دع الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذه الحم من المدينة إلى خارجها واستجاب الله له سبحانه وتعالى فهم على ما يعرفونه يقولون عن الصحابة أصابتهم حم حم يسرب يعني لن يستطيعوا أن يرفعوا أقبامهم وإنما بالكاد سيطفون حول الكعبة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم ذلك أخبره ربه بذلك انتقل إليه الكلام علم النبي عليه الصلاة والسلام فأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يكشفوا عن الكاتف اليمنى هو الاطباع وأن يرملوا أن يقاربوا بين الخطى دون العد وهذا يدل على الصحة وعلى القوة ففعلوا ذلك فلما رأى الكفار الذين كانوا يراقبون الصحابة قالوا ما بهم من بأس والله ما بهم من بأس إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالاطباع وبالرمل حتى يري قريشا أنهم في أتم صحة وفي أحسن حال هذه العلة بعد أن أظهر الله الإسلام رفعت رفعت لا حاجة الآن لأن نرمل ولا حاجة الآن لأن نتطبع عمر يفكر بصوت مرتفع فيقول فيما الرملان وفيما الاطباع لقد أظهر الله الإسلام وأهل الإسلام ولا أحد الآن من الكافرين يراقب المؤتمرين ويقول إنهم أصابتهم كذا أو أصابتهم الحمى كما قال الكفار إذن ارتفعت العلة لكن أمر رضي الله عنه وأنظر إلى محل الشاهد يقول لكن لا نطرق شيئا مما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وهذا هو محل الشاهد هذا هو محل الشاهد لكن لا نطرق شيئا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هذا هو محل الشاهد